اشتركوا في القناة اللي بيملكها لرسالة بتشق الزمن وبتشرق بكل المواعيد أخلاقيات الأعلام والالتزام بالقضايا الإنسانية والإيمانية وكيفية تطقيف الجيل الجديد هو موضوع حلقتنا مع الأعلامة ماجد بوهادير أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أنا ريمان تحية لأليك ولكل مشاهدي مريم بيفي لكل قسرة العمل بشكرك جدا على الاستضافة بهنيك على الإطلال المستدامة على الموعد دايما عم يكونوا على الموعد اكتر عم يكونوا على الموعد لهالواحة المتكاملة ثقافيا مجتمعيا إيمانيا يلي بتصب دايما بالرسالة الوحدة يلي أخدت على عتاء نورسات تلليونيار إنه تقوم فيها من خلال هالباقة الحلوية يلي بتضوي بشكل مستدام وبتفوت على بيوت الناس بتعطيهم رجا تشدد بتعطيهم استفادة اكتفادة ثقافة وقت مختلف فهذا الشي بصب رسالتنا المشتركة بشكرك على هيدا الوقت شرف إذن وجاي بكل هيك لهفة على هالمقابلة أهلا وسهلا فيك نحنا متشرف فيك معنا شكراً عم تحكي عن الرسالة المشتركة أولا كرسالتك الأهلانية اللي راقية كتير أدا بتوصل بطريقة صحيحة بالوقت اللي في كتير دبذبات طائفية وسياسية بيها الوسط فأدا بتوصل بصدق و بطريقة صحيحة للناس و للمجتمع من وراء الثبات والإيمان الثبات والإيمان بمعادلة واحدة لما نقول رسالة يعني أنا رسول يعني أنا مؤتمن يعني أنا بدي واجه بدي اتعرض لتحديات كتير كبيرة وخاصة بهذا الوقت بزمن التحديات الكبيرة قداش نحنا اليوم قادرين نكون ثابتين على المبادئ وعالقيم وعالأهداف وعالأصول أيضا يعني بالمهنة المهنة الإعلامية هي رسالة طبعا ولكن هي مهنة هي بتسهى عند كتير من الناس أنه الإعلامي المذيع المذيعة المقدم هو موظف في شركة أيضا بيقولك أوقات أنه أنت وين هامش الحرية وحلق نحنا اليوم أكيد اللي فينا نعمله ضبط واللي فينا بحريتنا نسيطر عليه أو لا هو الأداء هو كيفية تظهير كل ما نقول عبر الأثير وهذا هون دغري بروح القاعدة الأساسية اللي نريمان تعرفيها كتير أني هي احترام عقول المشاهدين اليوم نحنا عم نطل أنت وأنا على مشاهدين موجودين على امتداد الكرة الأرضية عم يتابعونا كان عبر التلفزيون أو عبر الكمبيوتر أو عبر الموبايل تابعون فأول شي بدنا نقللهم أنه نحنا مؤتمنين أنه هالوقت هيدا يلي هني عطيونا يكون وقت مفيد نعم أول شي هني بمجانية سمحولنا نفوت على وحيطهم الخاصة وينما كانوا موجودين صح فأول شي أنا بدي حييهم كتير وخاصة حيي الأشخاص يلي هني هلأ بالمستشفيات نعم المتألمين وبيدي حيي الأشخاص يلي هلأ منن ببيوتهم كان على مرمى أمتار مننا بمنطقة المرفق أو بكل المناطق يلي هني منن بيدفى بيتهم وخاصة بهيدا الشهر بدي حييهم من قلبي بدي أقلهم أنه هني محبوبين مش منا ريمان ومن ماجد هني محبوبين من الله ونحن يلي على صورة الله ومثاله مجبورين نحبهم ونقلهم نحن منحبكم ونحن يلي هلأ موجودين على الشاشة بدنا نوصلكم هيدا الرسالة هيدا هي الرسالة نعم هي هون نعم هل حس الإيمان اللي عندك ياه كيف غزيته يمكن كإنسان قبل كأعلام وقدامه هم كمان يكون موجود عند الإعلام لأنه صوته هو اللي بيوصل للمجتمع بالأول يعني نحن أبناء أبناء لأ الله لأ الله الواحد هيدا بداية ونحن أبناء لأباء وأمهات هني بفضل اتحادهم وحبهم نحن صرنا موجودين على هيدا الكرة الأرضية وهني بأمانتهم زرعوا فينا هالبزر هيدا وهني أيضا أحطوا تتمى بأرضية صالحة لأجل أن يصبح لديهم أبناء وبنات صالحين بهذا المجتمع معادلة كتير بسيطة حدهم دخل لاعبين آخرين المدرسة اللي هي دورة كتير أساسة بالتكامل مع العيلة والحركات الرسولية المجتمعية المدنية اللي هي كمان تساهم بسقل هذا الأنسان أنا كان إلي نعمة أن يكون موجود بهيدا الأرضية الصالحة اللي هي أرضية البي والأم بي بالسماء شفيع وكان حريص على أنه أولاده يكونوا ماشيين على هيدا الدرب فأثمر هذا البيت الأبن البكر تفيقي اللي هو اليوم المونسينيور تفيقي ابو هدير مسؤول عن دائرة رعوية الشبيبة في الكنيسة المرونية وأنا الثاني يلي كمان كان عندي بوقتهم الأوقات دعوة كانت موجودة بقلبي اختبرت وكنت حابب أني أخوض هيدا المشروع قبلته فيه بشوي بعدين أخدت القرار أن يكون رسول علماني وهيدا شي ميزته مع مرشدين بأنه نحن بمجتمعنا المدني بحاجة لرسل يشهدوا وكانت الأطلالة عبر الإعلام يلي من خلاله إمنت أنه ربنا اللي حط فيه هالوزنة وهالموهبة يلي أنا مؤتمن أني نميه وظهره وكون وفلة له فيه بأنه أرجع باد له فيه ثمار صالحة بشي اللي عم أقوله هلأ وبوجود إباليك وبعدم رفض أي مرة بندعى على هالواحة وواحة الواحة الرجل الكبيرة الموجودة به هالمبنى يلي فيها كل هيدل بها البرامج وهالباقة المتكاملة من قنوات مرساد وهيدا الأعلام المرئي والإعلام المسموعية اللي قضيت فيه سنين طويلة بإذاعة صوت المحبة نعم وهالك أنا عم نحكي تحت الهواء مع الزميل جوج معلول اللي بواجه له تحية كتير كبيرة قلت له أنه عزيزة جدا عزيزة جدا عقلبي ستوديو الإذاعة نعم يعني بهيك برتاح فيه أكتر من ستوديو يلي فيه كاميرا يلي فيه بروجكتور وضو وقعدتي مزبوطة وشت جاكاتي كيف تقدر توصل أكتر لشي اللي بدعك تقول بتوصل لأسرع بصدق أكتر لأسرع اي اي اكيد بترتاحي أكتر بتكوني ما فيشي مربطيك يعني بمطرحة معين فيني روح لهونيك مش حالي قدقني معصلا فيني روح مش عتلين هم إنه عم يقشعوني ولازم ضلت دايما الصوت اليوم إعلامية زميلة ناري مانو بتعرفة إنه أهم شي هو الصوت بيجي بدرجة أولى لما نخدمة لمحنا بنقدر نكون صادقين أكتر؟ فينا ايه أكيد واليوم المستمع كمان علميا المشاهد أيضا يستمع ولا يشاهد يعني هلأ فيه أشخاص كتير عم يسمعونا ما عم يحضرونا فيهم هلأ هلأ يكونوا عم يحركوا الطبقة فيهم يكونوا عاديين عم يكتبوا شي فيهم يكونوا عاديين عرب الكوم قويين التليزيون فاليوم بالأحصاء هناك مستمع أكثر ما هو مشاهد فأنا أمين بصوتي يعني اليوم كمان نعمة الصوت وخيمة الصوت فيه مستمعين بيرتحوا له يمكن أكتر من الناس فأنا بهيدا الصوت مؤتمن دايما يكون صوت واضح عم بيوصل هيدا الكلمة وعم بيوصل هيدا الرسالة فأنا كان عندي وأعتبر بعد كمان يعني ضمن أسرة صوت المحبية لكل فترة بيكون عندي برنامج والمأسسة الحقيقية عشتها بالحركة الرسولية المريمية كانت الانطلاقة هونيك ومنها تفرع يعني تفرع عدة التزامات وأخد بجاج كتير كبير روحي بالتنشئة الروحية ومجتمعي بموضوع الخدمة المجتمعية والتطوعية فهيدي أنا كمان دخلتني بعدين بمجالات أني صرت أعطي موضوع الخدمة المجتمعية أعطيه بالمدارس أسست بمدرسة سوع مريم قسم الخدمة المجتمعية Community Service Office يلي هو بعد اليوم عم يسقل الطلاب على موضوع الخدمة الإنسانية لأنه نؤمن اليوم أنه نحن منبني طالب مثقف علميا ولكن إذا ما كان أيضا متمرس إنسانيا بيكون في شي نائس لكي ما تبني إنسانا متكاملا بديك تروحي على الثقافة والعلم وبيديك تروحي على الخدمة خدمة المجتمع، خدمة الإنسان، حب الأرض والمواطنة والتطوع فهون يبلش المشوار بعدين بيجمع سيدة لويزي الاندي يو وكمان أسست هذا القسم، قسم الخدمة المجتمعية والتوعية يلي من خلاله اليوم شفنا أنه طاقات الشباب هي طاقات كتير كبيرة على تنوع كل ما هم عليه أنك توحديهم لخدمة الإنسان وخدمة المجتمع تاخد نتيجة ما كده متوقعتية فهالسنين هوضي، هل عم اختصرون كتير نريمان تما يسبقنا الوقت خلوني زيد صلابة إيمانا التزاما أنه هيد الحقيقة يلي أنا بعتبر هي الحقيقة الفضلة مع الاحترام لكل الحقائق الأخرى كالحدة عنده رسالته بمطرح معين ويؤمن فيها أنا أؤمن أن بناء الإنسان اليوم هو أمانة برقبة الأم والبي والمدرسة والجامعة والإعلام طبعا إلى جانب المجتمع المدني واليوم كتير عم نسمع نريمان بموضوع المجتمع المدني الدول اليوم المجتمع الدولي يتوجه للمجتمع المدني في لبنان يلي هو أنا بالنسبة له صمام أمان كتير كبير ركيزي كتير كبير وهيدي من خصوصية لبنان الرسالة هني مجتمع المدني أبنائه يلي يؤمنون بالإنسان ويؤمنون ببركة الأرض هيد الأرض مباركة على مئات سنين اللي مرأت فيها إذا بس متطلع على هيدا التابلو ومن بعد كتير منروح على عشر سنين لورا بكل ما مر على الشرق والمشرق تحية كتير كبيرة لكل اللي عم يحضرونا من البلدان المشرقية يلي هني خاضوا غمار التحدي الأكبر الاتهاض الأكبر المباشر المباشر لبنان بهيدا الوقت كان صامد إذا بس منفكر فيها كان صامد وهو اليوم صامد وسيبقى صامدا من خلال إيمان أبنائه من خلال وجودنا أنت وأنا بهيدا استوديو من خلال سماعنا لجرس الكنيسة اللي عم بيضل يدق متعانقا مع صوت المئذنة يا عمي ما إجا كسدر البابا الإديس يوحانا بولوس التاني بالسبعة وتسعين ما إجا هيك عمل ضمن زياراته الرعوية العالمية كانت زيارة لبنان إلى خصوصية كبيرة وقال فيها أنتو نموذج يا جماعة أنتو عندكم فرادي معينة على الكرة الأرضية كلها هيدا البلد الصغير إذا ما شع بهالكل هالمقومات بكل قطاعاته وأعطى المثال فيها ما كانوا بيكونوا ملايين المهاجرين اللي راح يصيروا عشرين مليون برا رافعين اسمه ولما نقولوا مش هين تكون لبنانة بيكون إلو الأولوية مشان هيك مثلا إحنا بموضوع الخدمة المجتمعية لما نسقل الشباب والصبايا لما نروحوا لبرا بالجوب أبليكيشن بيسألوهم إذا عاملين كميونيتي سيرفز إذا عاملين خدمة مجتمعية اللي بيكون عامل صحيح بيكون هيدا الموضوع أنه هيدا الشخص هو شخص ملتزم شخص مسؤول شخص جدّة ولبنانة أيضا ونرجع لهلأ شو عم بيصير أنه المجتمع الدولة صار عم يجي يحط إيده مع المجتمع المدني اللبناني يلي هو عم بيضو ويشع ويعطي مثال كتير كبير ليش؟ نرجع للأساس لأنه فيه أم وبي يؤمنون بهذه القيم المجتمعية يلي بيضحوا كرمالة التضحيات الكبيرة طي يصنعوا أيقونات حية رسوا المضيئين أشخاص بيشعقوا بيبيضوا الوج بيبيضوا وج أهلهم بيبيضوا وج مجتمعهم بيبيضوا وج وطنهم شو فيه أحلى من هايك؟ نعم، هدوءك، صوتك، المصطلحات اللي بتستخدمها طريقتك بالحكي والتعبير يعني مليانة سلام ومحبة المهم أنه نخلي ولادنا ندلن على أنه يسمعوا أعلامي راقية مثل حضرتك ليتعلموا كل هالأشياء اللي عن جد فعلا ترتقي فيه هون وبالمجتمع بقلب هيدا الصخب يلي عايشينه هيدا تحدي إضافي اليوم نحن نريمان عايشين بمجتمع بزمن صاخب جدا خاصة بوقت البرامج يعني كتير عم بتاخد منحة آخر على الشاشات التلفزة لأنه فيه وضع استثنائي عايشينه يعني اليوم بنكون واقعيين أنه نحن عايشين بظرف استثنائي جدا فيه زمن مواجهة بشكل أو بي آخر تفرضوا كتيرا من العوامل ما بدنا كتير نروح بهذا الموضوع نحن قدم عنا وقت بس تأنا دهما كنا بالأسف يعني نحن نسجمنا بالحديث فيك فبرق الوقت بسرعة فنحن اليوم بهذا الوقت الاستثنائي فيه كتير من القضايا يجب أن تخضنا داخليا يعني أن تشكل صدمة اتهزنا فيه أكتر من هزة أربع عائب أنا بالنسبة لأليه ما فيه أكتر من هيك شي يعمل شك هلأ قبل الهواء كنا عم نحكي أنا وياكي على موضوع زمن العم يعيشه هلأ الاستثنائي زمن الكوروني هلأ وقال البابا فرانسيس هيدا مرحلة ما قبله ما بعد إذا الإنسان إنسان ككل مش بس اللبناني ما شايف أنه هيدا الوقت يلي هلأ عم بيعاصره الاستثنائي والتاريخي ما رح يخليه ينخض تجاه ذاته ويعيد بناءه مش الكرة الأرضية طفت طفت محركاتها الناس قاعدت بالبيوتها شو قاعدوا وعملوا تقييم ذات عملوا ولا ما عملوا ما منعرف إذا ما عملوا بيكونوا مغلطين كتير بيكون ضيعوا فرصة يعني كانوا قبل يقولوا إذا ما حدا عملها ما عد بقى عنده مبرر لمن كان يقول قبل ما عندي وقت كان ضجيش الحياة ما يخليهن يسمعوا نفسه مضغوط وما عنا وقت وعنا كتير إشي نعملها مش حن بقدر هيك رو إجاك هلأ شيف فرض عليك الرواق بالقوة فرض عليك الرواق بس أنا حدا بدي كمان حي أيضا كل الأشخاص اللي أصيبوا بالكورونا اللي تقلموا اللي تعذبوا اللي فقدوا عزيز اللي كمان حدهم بتدللوا كمان بأربعة قاب نعم كمان بدنا نوجه حدهم بدي روح على الأشخاص اللي مستهترين بهذا الموضوع ياللي مستخفين بموضوع كورونا إنه هيدا مثله جريب مثله لا حبيبي ما شايف شو عم بيصير ما عم بتشوف نحنا كل يوم نريمان لما نروح على الأحصائات ننطر تقرير وزارة الصحة نشوف بالأحصائات هلا نصرنا ألف وخمسة ألفين بس هل في مهرب منه يعني؟ كيف يعني؟ هل في مهرب من أنه ننصاب من كورونا؟ ولا خلص تحصيل حاصل رح يجي يوم وننصاب لا مش تحصيل حاصل إنه اليوم بهذا الوقت اللي هالجائحة تضرب البشرية بدك أنت عندك بدك ويطاية بدك تحط خيها الكمامة وبدك تتباعد وبدك تضلك مع دمض النظافة لأنه هيدا موجود الميكروب وينما كان يعني إذا أنت حطيت إيدك وحطيت إيدك إنه الشيء لازم يصير جزء من حياتنا نتعود عليه روتين حياتنا قبل الكورونا كان هيدا الشيء لازم يكون موجود إنه اليوم إذا حسنا مطرح أنا فيه ميكروبات معقولة تكون موجودة اليوم يكون موجودين بالمول قبل لنطلع الدرجة الكهربائية في هيدا الكوتشوك السوداء يلي منحط إيدنا عليها ونفكر حين عم نتحدها طافة هيدا شمح الشيء ميكروبات يعني منشير إيدنا منحطها على الموبايل تبعنا بعد شوية إيدنا بتصير بيتمنا فبالمطلع بدنا نعرف إنه نحنا اليوم قادرين بوقايتنا إنه نبعد هيدا الشيء عنا مش معناته أصلاً الإنصاب هو حدا مهمل فيه الناس نصابه ما عارفوا كيف نصابه فبدي يحييهم لأنه هن اليوم أيضاً عم يدفعوا أتمان هن مش مسؤولين عنا والمسؤولية مين مسؤول عن هيدا الفيروس مين مسؤول عن تفجير أربع قاب يعني فيه مسؤولية اليوم والمسؤول هو شخص مجرم نتمنى صوتك يوصل لكل الناس وكل الناس فعلاً تلتزم بكل الأشياء اللي حكيتها أنا كثير ودي أتشكرك وأتشكرك حضورك معنا للأسف خلط الوقت بغري ما خسينا فيه معك بس بديك تسمحيلي إذا بأقل من دقيقة أنا عارفاً بس كن بمقابلة كن محضر هيك ختام صغير أكيد بس اللي بدي أختم فيه هو ثلاثة ثلاثة تسطور بقوله السعادة هي أن لا نمتلك كل شيء حتى لا نخسر معاني الحياة الشهوفة وأن نخلق كل يوم حلماً جديداً ونطارده فنفرح عند أول تقاط له الأحلام هي وقود السعادة فأضيء كل الفراغات المعتمة التي تحيط بكم بحلم جميل واستحضر أمنياتكم المؤجلة التي طالت مذنباتها الزمنية هيداً اللي قريته هلأ مشاهدين الكرام هو كتبته ناري مانعلوش كتبته على فيسبوك مبارح حطيتي صح فحبت أختم بشيء انتكتكتين يعني ما تتخيل أداها الشيء بيساعدني وبشرفني يعني بل بيحييك كتير بدأ أشكرك وهنيكي على البرنامج على الموعد دايماً إن شاء الله كل قسرة العمل تحيي لقلون إن شاء الله المشاهدين نكون هكي قضينا معهم كم دقيقة أكيد كتير مبسطنا فيك بكلامك الراقي واحد وراقي وإن شاء الله شكراً لأليك بيكون لنا لقاءات تانية الله رضي أهلاً أهلاً مشاهدينا لحظات أليل ومن تبع سواه شكراً للمشاهدين شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة